اشتركوا في القناة وبيؤمرهم يسلموا كل الفلوس والمجوهرات اللي معاهم ولما بياخد اللي هو عاوزه بيخلص على الاب والام وبيسيب بروس وبيهرب وبيوصل رجال الشرطة بقيادة المحققين جيمس وبالك علشان يعينوا مصرح الجريمة وبيلاحظ جيمس ان بروس قاعد لوحده مصدوم من اللي حصل وبيروح يتكلم معاه وبيعرفه انه اكتر واحد حاسس به لانه هو كمان ابوه امه توفه قدام عينيه وبيوعده انه هيعمل المستحيل علشان يعرف مين المجرم ويقبض عليه وياخد حق اهله وبيطلب منه يهدى ويقوله مواصفات المجرم اللي هجم عليهم وبيفهمه بروس انه ما شافش وشه لانه كان لابس قناع لكن هو كان شخص ضخم ولابس جزم بتلمع وبيتكلم بولوك مع الشرطي وبيعرفه انه مش هيقدروا يمسكوا القضية دي لانها تخص اكبر عيلة في مدينة جاثم وده معانا انها تبقى قضية كبيرة وصعبة وهم مش هيقدروا يحققوا فيها لوحدهم وبيطلب منه يحولها لوحدة مكافحة الجرائم الكبرى لكن القائد بيرفضوا بيبلغوا انها بقت قضيتهم خلاص والدليل على كده ان جيمس بدأ في استجواب الشهد الوحيد وتألفريد الخادم بتاع بروس بيوصل وبياخده وبيبشي وبيتكلم بولوك مع جيمس وبيلوموا عن انه تكلم مع الشهد من غير ما ياخد اذنه رغم انه لسه محقق جديد في مدينة جاثم ومش فاهم النوع ده من القضايا بيمشي ازاي وبيفهموا ان اهل بروس يبقوا اكبر رجال اعمال في البلد وده معانا انها تبقى قضية رأي عام والصحافة هتكتب عنهم كلام مش كويس لو ما عرفوش مين المجرم في اسرع وقت وبيدخل عليهم مونتويا وآلن وحققين قسم وحدة مكافحة الجرائم الكبرى وبيطلبوا منهم يتنزلوا عن القضية ليهم لانهم مش هيكونوا قد المسئولية لكن بولوك بيرفض لانه مش بيحبهم وبيأكد لهم انه هيقدر يوصل للمجرم ويقبض عليه من غير مساعدتهم وبعدها بولوك وجيمس وبيقبضوا على معظم الحرامية والنصابين اللي في البلد ويحققوا معاهم يمكن يكون لهم اي علاقة بالجريمة اللي حصلت بس مش بيقدر يوصلوا لأي حاجة وبيتكلم الطبيب الشرعي مع جيمس وبولوك وبيبلغهم ان ابو وام بروس اتصابوا برصاصة من مسدس غالي وده معنا ان المجرم شخص غني مش مجرد حرامي عادي زي ما هم فاكرين وساعتها بولوك بياخد جيمس وبيروحوا عند فاش صحبة اكبر مالها ليلي في غاثم لانها تعرف كل اسرار زعماء العصابة بما انها واحدة منهم وبيسألها بولوك لو كانت سمعت اي اخبار عن الجريمة اللي حصلت وبتفهموا فاش انها لسه ما عرفتش حاجة عن الموضوع لكنها تبلغوا اول ما تكتشف مين اللي عمل كده وتاني يوم بولوك بيقابل جيمس وبيبلغوا ان فاش كلمته وقالت له ان في واحد اسمه ماريو معاه عقدة الموز زي اللي ام بروس كانت لابسايا من الحادثة وانه نوي يبيعه في مزاد علني وبيروحوا على بيت ماريو وبيسألوا هو كان فين وقت الجريمة اللي حصلت وبيعرفهم ماريو انه كان في البيت مع عيلته ولما بيحس انهم مش مصدقين وعاوزين يفتشوا البيت بيرمي الطرابزة عليهم وبيهرب لكن جيمس مش بيسيبه وبيجري وراء الحد ما بيختفي وفجأة ماريو بيهجم عليه وبيدخل معاه في قتال حاد وبيقدر يهزمه بس بولوك بيوصل في الوقت المناسب وبيضربه بالنار وبينهي حياته ولما رجال الشرطة بيفتشوا البيت بتاع ماريو بيلقوا العقد اللي تسرق من ام بروس وبيتأكدوا انه هو فعلا المجرم اللي كانوا بيدوروا عليه وبعدها ازولد المساعد بتاع فاش بيقابل مونتويا وآلن وبيتكلم معاهم وبيعرفهم ان اللي سرق العقد من ام بروس كان فيش وان هي اللي حطته في البيت بتاع ماريو بعد ما بولوك وجيمس قبلوها وسألوها عن الجريمة وفي الوقت ده جيمس وبولوك بيروحوا الجنازة بتاعت اهل بروس وبيتكلم بروس مع جيمس وبيشكره انه وفى بوعده معاه وعرف مين المجرم وفي نفس اللي ومونتويا بتروح لباربا خطيبة جيمس بما انها صاحبتها بتتكلم معاها وبتعرفها ان جيمس مش شخص كويس زي ما هي فكرة والدليل على كده انه لفق التهمة الواحد بريق علشان يخلص القضية بتاعته بسرعة ولما جيمس بيعرف اللي حصل مع باربا بيروح لمونتويا وبيسألها ايه الدليل اللي معاها بيثبت ان ماريو بريق لكن مونتويا بترفض تقوله وبتفهمه انه هيعرفه الواحد ولما يتقبض عليه هو واصحابه الفاسدين فبيروح جيمس اياه بالمرأة ماريو وبيطلب منها توريله الجزم بتاعت ماريو وتحكيله على كل حاجة بصراحة بتتعصب ماريو عليه وبتتهمه انه هو ورجال الشرطة اللي حطوا العقد في الصندوق الخاص بماريو علشان يلفق له التهمة وبتأكد له ان ماريو كان قاعد معها في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة ولما جيمس بيشوف الجزم بيتأكد ان ماريو بريق لان مفيش ولا واحدة فيهم بالمعصفات اللي بروس قال له عليها وبيكتشف ان فيش خدعتهم وبيتكلم مع بولوك وبيبلغوا بالمعلومات اللي عرفها وبيأكد له ان فيش عرف المجرم الحقيقي وبيتداري عليه وانه ممكن يكون فالكون رئيس العصابة اللي هي شغالة معاه وبيتعصب بولوك جدا وبيطلب بانه ينسى الموضوع ده تماما وبيفهموا انهم مش قد فالكون واللي معاه لانه كل الناس اللي في البلد بتخاف منه بما فيهم رجال الشرطة والعمدة لكن جيمس مش بيهتم بكلامه وبيروح لفاش وبيسألها ايه علاقتها بالمجرم الحقيقي وبتبصله فاش وبتتحك بسخرية وبتتكلم معاه وبتعرفوا انه بيدخل نفسه في مشاكل اللي هو مش قدها وبيلاحظ جيمس ان رجالتها وقفين حواليه وقصدين يخوفوه وبيهجم عليهم وبيدخل معهم في معركة شريسة بس هما بيقدروا يتغلبوا عليه وبتضربوا فاش على راسه وبتفقدوا الوعي وفي الوقت ده باربا بتروح مركز الشرطة لبولوك وبتسأله عن جيمس وبتبلغوا انه مختفي طول اليوم وتليفونه مقفول وبيستغرب بولوك جدا من الكلام اللي سمعوا وبيشك ان فاش ليها علاقة باختفاءه لكن مش بيقول حاجة لباربا وبيفاهمها انه في مهمة سرية وهيرجع قريب وبيروح للمغزن السري اللي فاش بتخبي فيه كل الجرائم بتاعتها وبيتفاجئ ان بوتش مساعد فاش معلق جيمس هناك وبيتصل بفاش وبيعرفها ان في حد من رجالتها قال لمنتويا وقالا معلومات جديدة تخص القضية وانه هما اللي بلغوا جيمس بيها وبيفاهمها انهم مش هيسيبوها ويفضلوا يدوروا وراها لو جيمس اختفى وبيعرض عليها انها تسيبوه مقابل انه يخليه ما يتعرض لهاش مرة تانية وبيتفاهموا فاش انها موافقة ولما بوتش بياخد التليفون بتأمره يعلق بولوك جنب صاحبه لانه هددها وبتشك فاش انه آزولد هو الجسوس ولما بتواجهه بتتأكد من شكوكها رغم انه انكر علاقته بالموضوع لانه الوحيد اللي شاف العقد معاها وعرف انها حطته الماريو وبتوقعه على الارض وبتفضل تضرف فيه لحد ما بيعترف بكل حاجة وبعدها فالكون بيلوح لبوتش وبيأمره يفكي جيمس وبولوك وبيطلب منه يفكر فيش بانها ما ينفعش تخلص على محققين غير لما تستأذن منه الاول لانها شغال معاه واي تصرف هتعمله هيبقى محسوب عليه وبيتكلم مع جيمس وبيعرفه انه ساب ويعيش لان ابو كان صاحبه وبيأكد له انه مالوش علاقة باللي حصل لابو وام بروس لكن جيمس مش بيصدقه وبيسيبه يمشي واسنها مكان بولوك وجيمس في طريقهم للبيت بيقف بولوك فجأة قدام البحر وبينزل من العربية وبيفتح الشنطة وبيتفاجئ جيمس انه اوزولد جواها وبيبلغوا بولوك ان فالكون بيعرض عليه انه يخلص على اوزولد مقابل انه يحمي حياة باربا وبيفهموا انه لو رفض هيتطر يخلص عليه هو وازولد بنفسه علشان يضمن انه مش هيعمله مشاكل مع فالكون مرة تانية وبيوقف اي جيمس وبياخد اوزولد وبيروحوا يوقفوا على الشط وبيؤموروا مايجيش مدينة جاثم تاني وبعدين بيدرب طلقة في الهوى وبيرميه في البحر علشان يباني انه ننفذ الاوامر وخلص عليه وبيروح جيمس يقابل بروس والفريد وبيتكلم معهم وبيعرفهم ان مريو مطلعش المجرم الحقيقي وان الرجال الشرطة الفاسدين ورؤساء العصابات هم اللي لفقوا التهمة ليه وبيوعيدوا انه هيحقق في القضية بشكل سري ومش هيسكت غير لما يعرف مين اللي عمل كده في اهله وبيطلب منه مايتكلمش مع اي حد عن المعلومات اللي قاله عليها وفي الوقت ده بتزاركات ويوقف على صورة الاصر بتاع بروس وبتشوف جيمس وهو خارج من عنده وبعد فترة بتروح واحدة اسمها باتي مع داق المساعد بتاعها للمكان اللي اطفال الشوارع بيتجمعوا فيه وبتتكلم معاهم على اساس انها من ضر رعاية وجاية توزع عليهم اكل وبيتجمع الكل حواليها مع داقات وفجأة باتي بتطلع حقنة مخدرة من معاها وبتدهالهم وبتخاف كاد جدا من اللي شفته وبتهرب وساعتها كان فيه راجل عجوز قاعد وبيحاول يدفع عن الاطفال لكن داق بيدربوا بالنار وبيخلص عليه وبيروح جيمس وبولوك يعينوا مسرح الجريمة وبيحققوا مع شاب من اللي كانوا وقفين في الشارع وشاف اللي حصل لكن بولوك مش بيصدق الكلام اللي قالوا لانه مش فاهم ايه الاستفادة اللي هتعود على المجرمين لما ياخدوا اطفال الشوارع ويحتجزوهم خصوصا انهم ما لهمش اهل علشان يطلبوا منهم فدية مقابل انهم يسيبوهم وساعتها قاد بيتكلم معاهم وبيبلغهم انه حلل للشاب ولاق كمية مخدر في جسمه وان المخدر داد كترة زمان كانوا بيستخدموه في مسحة اركام وان المفروض انه توقف تصنيعه من ساعة ما المصحة قفلت في نفس الوقت ده مونتويا وآلن بيروحوا الام اوزولد علشان يسألوها عن سبب اختفاءه وبتفاهمهم امه انها بقالها فترة ما تعرفش عنه حاجة رغم انه كان متعود يأكل معاها كل يوم وبعدها بلغ وجيمس بيروحوا يقابلوا الدكتور اللي كان بيصنع المخدر زمان وبتستقبلهم باتي على اساس انها موظفة في المكان اما داك فبيستخبى وبيصاوب المسدس على الدكتور علشان يضمن انه مش هيعترف عليهم وبيتكلم الدكتور معاهم وبيعرفهم انه باعد دول شركة وين بتاعة عائلة بروس لانهم كانوا نوين يفتحوا مصحة نفسية قبل ما يتوفوا وانه مالوش علاقة بالمجرمين اللي بيحتجزوا الاطفال وتهاباتي بتقطع الكهرباء عن المكان وبتضرب نار عليهم وبعدين بتاخد داك وبيهربوا ولما جيمس بيفتش المكان بيكتشف ان الاطفال محتجزين في البدروم كل اطفال الشوارع لدار الايتام علشان يعيشوا حياة كويسة في مكان امان وفعلا رجال الشرطة بينزلوا يجمعوا كل اطفال الشوارع بما فيهم كاد وفي الوقت دا جيمس بيسأل العمدة لو كان فعلا هيوفر حياة كويسة للاطفال زي ما قال للصحفيين ولا هيدخلهم اصلاحية وبيفهموا العمدة ان معظم الجرائم اللي بتحصل في البلد بيبقى الاطفال دول هم السبب فيها وانه لازم يسيطر عليهم علشان يضمن ان الفوضى اللي بتحصل في الشارع هتقل وساعتها آلفريد بيروح لجيمس مركز الشرطة وبيتكلم معاه وبيعرفوا ان تصرفات بروس بقيت غريبة في الفترة الاخيرة وبيطلب منه يروح لهم الاصر ويتكلم معاه لانه بيحبوا ويسمع كلامه واثناء ما كان الاطفال رجبين الاوتوبيس اللي هينقلهم للاصلاحية بيتفاجئوا ان باتي وداج واقفين قدامهم ومتنكرين في لبس رجال شرطة وبياخدوا الاطفال وبيمشوا ولما جيمس وبويق بيعرفوا اللي حصل بيحتجزوا الدكتور وبيفضلوا يضرابوا فيه علشان يقولهم على المعلومات اللي عنده وبيبلغهم الدكتور انه ما يعرفش اسم الشركة اللي اشترت المخدر منه لكن يعرف شكل الشعار بتاعها وبيشوف جيمس شكل الشعار وبيكتشف انه خاص بشركة شحن وفي الوقت ده باتي وداج بيوصلوا لمقر الشركة اللي هيحتجزوا الاطفال فيه وبيطلاحظ باتي ان عدد الاطفال ناقص وبتطلع الاوتوبيس علشان تتأكد انه ما فيش حد مستخبي جواه لكن مش بتلاقي حد رغم ان كات كانت موجودة بين الكلاسي وبتنزل كات من الاوتوبيس وبتستخبى جوا المخزن وبتفضل باتي تدور عليها لحد ما بتوصل لها وبتصوه بالمسدس ناحيتها بس جيمس بيوصل في الوقت المناسب وبيقبض عليها وبينقذ كات والاطفال منها وتاني يوم جيمس بيروح لألفرد علشان يطمن على بروس وبيتكلم ألفرد معاه وبيعرفوا ان بروس بيتعمى ديئزي نفسه وبيصحى من النوم خايف بسبب الكوابيس اللي بيحلم بيها ولما جيمس بيعرض عليه انهم يودوا الدكتور نفسي بيرفد وبيفكروا ان بروس هو الوريث الوحيد لشركة وين وأملاك غيرها كتير وان الصحافة هتتكلم عليه بطريقة مش كويسة لو اكتشفت حاجة زي دي وساعتها المنافسين بتوعه هيستغلوا الموضوع ضده وهيسيطروا على الأملاك الخاصة به وبيدخل بروس عليهم وبيفهم جيمس انه بيتعمى ديئزي نفسه علشان يختبر قوة تحمله لانه عاوز يبقى شخص قوي ويقدر يواجه اي حد يهجم عليه وبيبلغوا انه متابع قضية اطفال الشوارع وعاوز يتبرع بفلوس ليهم وبيعرفوا جيمس ان الاطفال دي محتاجة حد يهتم بيها زي ما ألفرد بيعمل معاه وبيترجاء انه يسمع كلام ألفرد لانه اكتر شخص بيحبه وبيخاف عليه ولما كات بتروح مركز الشرطة بتتكلم مع المحقق المسؤول عن نقلها للإصلاحية وبتعرفوا انه عندها معلومات مهمة عاوزة تبلغ جيمس بيها وبتطلب منه ينادي عليه وفعلا جيمس بيتكلم معاها وبيسألها ايه المعلومات اللي عندها وبتعرفوا كات انها كانت بترقبه الفترة الأخيرة وعارفة انه هو الشرطي الوحيد اللي بيحب بروس بجد وعاوز يساعده وبتبلغوا انها كانت موجودة في مكان الحدثة اللي حصلت لأهله وشافت المجرم اللي خلص عليهم لكن مش هتقوله هو مين غير لما يهربها من هنا لانها مش عاوزة تدخل الإصلاحية وبتاخدوا وبيروحوا المكان اللي حصلت فيه الجريمة وبتحكيلوا على كل حاجة شافتها بالتفصيل يومها وبتوردوا المكان اللي كانت وقفة فيه وبتعرفوا ان المجرم في البداية كان شايل القناع من على وشه لكن لبسه لما شاف أهل بروس وجي قرب منهم ولما بتلاحظ ان جيمس مش مصدقها بتعرفوا انها يومها كانت سرقة محفظة من واحد ورامتها في البلاعة اللي هم وقفين جنبها بعد ما خدت الفلوس اللي فيها وبتطلب منه ينزل يشوفها علشان يتأكد انها مش بتكذب عليه وساعتها جيمس بيحط في ايدها الكلب شات وبيربطها في الصور وبينزل يدور على المحفظة اللي قالت عليها وفعلا بيلاقيها وبيتأكد انها مش بتكذب عليه لكن بيتفاجئ انها عرفت تفك نفسها وبترميلوا الكلب شات في البلاعة وبتهرب وفي الوقت ده مونتوية وقالن بيروحوا الفش وبيسألوها عن آزولد وبيتهموها انها السبب في اختفاءه وبتبلغهم فش انه توفي لكن هي ما لقاش اي علاقة باللي حصل له وبتفهمهم ان فيه ناس بتقول ان جيمس ضربوا بالنار ورمى جسيته في البحر بناء على طلب فالكن وبيروح ألن ومنتوية لجيمس وبيواجهوه بالمعلومات اللي عرفوها من فش بس جيمس بينكر علاقته بالموضوع وبيفكرهم بانهم ما ينفعش يواجهوا ليه اي تهمة غير لما يكون معهم دليل على الكلام اللي بيقولوه وبعدها آزولد بيرجع مرة تانية لمدينة جاثم وبيشتغل في مطعم باسمه مستعار وبالصدفة بيشوف رئيس العصابة ماروني وبيفرح جدا وبيقرر انه يتقرب منه ويشتغل معاه وفي نفس اليوم بيروح لجيمس البيت وبيشكره لانه سابه يعيش وان ما نفسش اللي فالكن امره بيه وبيتضيق جيمس جدا لما بيشوفه وبيتكلم معه بعصبية وبيعرفه ان فالكن هيخلص عليهم هم اللي اتنين لو عرف انه لسه عايش وبيهدده انه هينهي حياته لو شافه مرة تانية وبيفاهمه آزولد انه بيشوف المستقبل وبيأكد له ان في مشكلة كبيرة هتحصل بسبب المشروع اللي شركة وين عاوزة تعمله في مساحة اركام وبيروح جيمس يقابل آلفريد وبيطلب منه يوريله المخطط الخاص بالمشروع اللي شركة وين عاوزة تعمله وبيعرفه آلفريد انه اختفى بعد ما اهل بروس توفه وان فالكن وماروني يقدموا مشروع تاني وتوافق عليه من مجلس الشعب وبيدخل بروس عليهم وبيقرأ المذكرات بتاعت امه اللي كانت كتبة فيها انهم نويين يرجعوا مساحة اركام مرة تانية علشان تخدم اي شخص من اهل جاثم محتاج يتعالج وبيترجى جيمس انه يمنع هدم المصحة ويحقق الحلم اللي ابوه امه كان نفسهم ينفزوه وبيفاهموا جيمس ان في صراع كبير بين فالكن وماروني على المصحة وان في ناس قبريه كتير ممكن حياتهم تنتهيه بسبب الصراع ده وفي الوقت ده فاش بتقرر تحط جاسوس على فالكن علشان ينقل لها كل الاخبار بتاعته لانها عاوزة تخلص منه وتبقى هي زعيمة العصابة وبتختار بنت اسمها ليزة لانها بتعرف تغني وهتقدر توقع فالكن بسهولة وده لانه بيحب البنات اللي صوتها حلو زي امه اللي توفت وبعدها ازولد بيسمع ماروني وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيأموره يخلص على الشخص اللي وافق على مشروع فالكن في مجلس الشعب وبيتصل بجيمس وبيبلغه بالكلام اللي سمعه على اساس انه بيشوف المستقبل زي ما خدعه وبيكتشف جيمس ان العمدة هو الشخص الوحيد اللي موافق على مشروع فالكن وبيتصل ببولك وبيطلب منه يروح له على بيت العمدة بسرعة واسناء مكان جيمس والعمدة خارجين من البيت بيتفاجئوا ان في شخص غريب بيهجم عليهم فبيجروا بسرعة علشان يهربوا من الباب الخلفي وبيروح المجرم وراهم وبيدخل في معركة شريسة مع جيمس وبيقدر يتغلب عليه لكن بولك بيوصل في الوقت المناسب وبيصوب المسدس على المجرم وبيؤمره يبعد عن جيمس ولما المجرم بيرفض وبيقوله انه لازم يخلص المهمة اللي جاية علشانها بيضرابوا بولك بالنار وبينهي حياته وبيعمل العمدة مؤتمر صحفي وبيعلن فيه انه هيجدد مساحة اركام وهيفتحها مرة تانية لانها المساحة النفسية الوحيدة اللي موجودة في مدينة جاثم ولما بروس وجيمس بيشوفوا الاخبار بيحسوا انه في حاجة غلط في الموضوع وبيتكلم بروس معاه وبيعرفوا ان ماروني هدد العمدة بحياته لو ما وفقش على المشروع بتاعه وداله جزء من المساحة علشان يشتغل فيه لحسابه وبيأكد له انه هيقدر يغير مدينة جاثم لما يكبر وهيمشي منها كل الاشرار اللي بيعملوا فوضى فيها وبيبدأ بروس يجمع معلومات عن كل الحوادث اللي بتحصل في جاثم علشان يعرف علاقتها باللي حصل لأهله وهي السبب اللي خلاهم يتوفوا بالطريقة دي وبعدها اوزولد بيسمع ماروني وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيتفق معاه انهم يعملوا هجوم على فالكون لانه عاوز يخلص منه ويستولي على كل اعماله وبيحس ان دي الفرصة المناسبة اللي يكشف فيها عن شخصيته قدام ماروني ويشتغل معاه وفعلا اوزولد بيروح يتكلم مع ماروني وبيعرفوا انه كان شغال مع فاش وانها كانت عاوزة تخلص منه لانه خانها وقال للحكومة معلومات تخصها وان فالكون سلموا لجيمس وامروا يخلص عليه علشان يبقى ماسك دليل ضده ما يخلهوش يقفوا قدامه مرة تانية لكن جيمس خدعهم وسابوا عايش وساعتها ماروني بيستدعي جيمس للمطعم بتاعه علشان يتأكد من الكلام اللي اوزولد قاله وبيحكي له جيمس انه كان بيحقق في حدسة اهل بروس واكتشف ان فاش وفالكون ليهم علاقة باللي حصل وان رجال الشرطة والعمدة يتعاونوا معاهم واخفوا الادلة ولما فالكون اكتشف انه لسه بيدور وراه رغم ان القضية تقفلت احتجزوا وهددوا انه هيني حياته هو والبنت اللي بيحبها لو ما خلصش على اوزولد لكن هو مقدرش يبقى مجرم زيهم وسابه يعيش على اساس انه مش هيرجع لمدينة جاثوم مرة تانية وبيوعده ماروني انه مش هيقول اي حاجة على شرط انه يتصل بي وقت ما يكون محتاج منه اي خدمة وبيقرر انه يستغل اوزولد وياخد منه المعلومات اللي محتاجها وفي الليل بروس بيروح يحضر حفلة خيرية شركة بروس عاملها وبيتعرف على واحدة من اللي شغالين في الشركة اسمها ماتس وبيسألها عن عضاء مجلس الادارة لانه عاوز يشوفهم ويحدد معهم مع الاجتماع لانه لاحظ ان في حاجة غلط في مشروع اركام وعاوز يتناقش معاهم فيه وبتبلغوا ماتس انهم مش بيحضروا النوع ده من الحفلات لانهم مشغولين وتاني يوم ليزا بتروح تتمشى في المكان اللي فالكون بيقعد فيه كل يوم الصبح بتغني الاغنية اللي امه كانت بتحبها علشان تلفت نظره وتخليه يتعرف عليها وفعلا خطتها بتنجح وبيعرض فالكون عليها انها توعد معاه ويسمعوا الاغنية مع بعض ومعلوات تق مونتويا وآلن بيروحوا على شط البحر وبيتكلموا مع واحد دايما بيقعد هناك وبيوروا له سورة جيمس وبيسألوا لو كان شاف الشخص ده قبل كده ولا لا وبيعرفوا من الراجل انه شافه هو بيدرب النار على واحد تاني وبيرميه في البحر من فترة وبتروح مونتويا تقابل بربا وبتتكلم معاها وبتعرفها انهم متأكدوا من الجريمة اللي جيمس عملها وانه ما يطلعوا امر بالابض على ايه وبتطلب منها تسيب مدينة غاثم وتروح تبدأ حياتها في مكان تاني بعيد عن جيمس لكن بربا مش بتصدقها وبتأكد لها ان جيمس مستحيل يعمل كده وبيرجع جيمس البيت وبيتفاجئوا ان بربا مجمع الحاجات بتاعتهم وبتطلب منه انهم يسيبوا البلد ويهربوا مع بعض وبتحكيلوا على المعلومات اللي عفتها من مونتويا لكن جيمس بيرفض وبيفاهمها انه مش هيهرب من جريمة هو ما عملهاش وساعتها مونتويا وآلن بيروحوا له البيت وبيقبضوا عليه وبيفضل جيمس يقولهم انه ما خلصش على ازولد وساب ويهرب لكن مونتويا وآلن مش بيصدقوه وبيتفاجئوا لما بيلقوا ازولد داخل عليهم مركز الشرطة وبيأكد لهم الكلام اللي جيمس قالوا وساعتها بولوك بيتضايق جدا لانه خدعوا ولما فاش بتعرف اللي حصل بتتعصب وبتقم ربوتش بانه يجيب لها جيمس علشان تعقبوا على انه كان بيخدعها طول الفترة اللي فاتت وفي نفس الوقت ده جيمس بيتصل بباربا وبيطلب منها تحضر حاجتها وتسيب البلد بسرعة وفاجأة بولوك بيدخل عليه وبيضربوا لكمة قوية في وشه وبيوقعوا على الارض وبيصوب المسدس نحيته وبيتكلم معه بعصابية وبيعرفوا ان حياتهم هما الاتنين هتنتهي بسبب اللي عملوه لكن جيمس بيقدر ياخد المسدس وبيترجنوا يساعدوا علشان يخرجوا من المشكلة اللي هما فيها وساعتها بوتش والمساعد بتاعها بيروحوا البيت لباربا وبيحتجزوها وبيوصل جيمس في الوقت المناسب وبيصوب المسدس عليهم وبيضرب المساعد بالنار وبوتش بطرف المسدس وبيوقعهم على الارض وبياخد باربا وبيوصلها لمحطة القطر وبيطلب منها ما ترجعش مدينة جاثم غير لما يتصل بيها وبعدها المساعدين بتعفى الكن بيروحوا لمركز الشرطة وبيتكلم واحد منهم مع المحققين وبيطلب منه يسلموه جيمس بكل هدوء وما يدخلوش في الموضوع وبينفذ المحققين كلامه علشان ما يدخلوش في مشاكل مع فالكون وبيخرجوا كلهم وبيسيبو جيمس الوحده وبيدخل جيمس معهم في معركة شريسة لكن مش بيقدر يتغلب عليهم وبيتصاب برصاصة فبيضطر انه يهرب وبيروح يستخبى في الجاراج بس هم مش بيسيبوه وبيفضلوا يدوروا عليه وفجأة جيمس بيلاقي مونتويا وآلن وقفينه قدامه بالعربية بتاعتهم وبينقذوه منهم وفي الوقت دافش بتقابل ماروني وبتطلب منه يسلمها آزولد لكن ماروني بيرفض وبيفهمها انه محتاجه وهيحميه من اي حد يتعرض له وفي الليل جيمس بياخد مونتويا وآلن وبيروحوا لأصر بتاع بروس وبيتكلم جيمس مع بروس وبيعرفوا انه مش هيقدر يوفي بوعده معاه ويعرف مين اللي انهى حياة اهله لكن مونتويا وآلن هيمسكوا ملف القضية ويقبضوا على المجرم وتاني يوم ماروني وفالكون بيتقابلوا علشان يحلوا المشاكل اللي بينهم وبيوافق فالكون انه آزولد يفضل مع ماروني مقابل انهم يتعاونوا مع بعض في الشغل وساعتها جيمس وبالوك بيقرروا انهم يروحوا لفالكون ويواجهوه وبيصهوبوا عليه الاسلحة لكن فالكون بيفجئهم وبيعرفهم انه محتجز باربا عنده والغريب انه بيسلموا باربا بكل هدو وبيصبح له انه ياخدها ويمشي ولما جيمس بيسأله عن المقابل بيفهمه فالكون انه قرر يسيبه علشان يعرف الحقيقة لوحده وبعدها بنكتشف ان فالكون كان قصد يسلم آزولد الجيمس لانه عارف انه مش هيقدر يخلص عليه وهيسيبه يمشي وساعتها آزولد هيرجع مرة تانية لمدينة غاثم ويشتغل مع ماروني وينقل له كل اخباره ده غير ان جيمس هيفضل خايف من فالكون لانه منفسش اوامره ومع الوقت كات بتروح للجيمس مرة تانية وبتعرض عليه انها تساعده وتقوله على مواصفات المجرم اللي خلص على عائلة بروس مقابل انه يشوف لها مكان آمن توعد فيه وبيوافق جيمس وبياخدها البيت بتاعه بيتفاجئ ان باربا مش موجودة وانها سيباله رسالة مكتوب فيها انها مش هتقدر تفضل معاه بعد اللي حصل مع فالكون لانها بايت خايفة انهم يهجموا عليها مرة تانية وبيتكلم جيمس مع كات وبيبلغها انه هيوصلها البيت بروس علشان تعيش فيه بعد ما يقابله الرسام وياخد منها مواصفات المجرم وفعلا جيمس بياخد الرسمة وبيروح يوريها لبروس علشان يعرف لو كان شاف الشخص ده قبل كده ولا لا لكن بروس مش بيقدر يتعرف عليه وفي نفس الوقت ده ازولد بيدخل بيت لايزع وهي مش موجودة لانه شاكك فيها ولما بيشوف ازاست البرفان بتاعها بيلاحظ انها نفس النوع اللي فاش بتستخدمه فبيبدأ يشك انها شغالة جاسوسة على فالكون لحساب فاش وساعة بروس بيتكلم مع كات وبيحكي لها انه بقى بيكره نفسه لانه ما قدرش يدافع عن ابوه وامه وسببهم يتوفوا قدام عينه من غير ما يساعدهم او يعمل اي حاجة وبيتفهموا كات انه ما ينفعش يلوم نفسه لانه مالوش زنب في اللي حصل ده غير انه ما كانش يقدر يعمل حاجة قدام شخص ضخم ماسك سلاح وبيتعرفوا انه لازم يبقى شخص قاسي وما عندوش مشاعر علشان يقدر يعيش مع الناس اللي عيش حواليه من غير ما يخاف منهم وبيبدأ الفريد يلاحظ ان بروس بقى مبسود بسبب وجود كات في حياته وبعدها آزولد بيروح لبيت لايزا مرة ثانية وبيسألها ايه العلاقة اللي بتربطها بفاش وبيهددها انه هيشكك فالكون فيها لو ما حكتلوش على كل حاجة بصراحة ووقتها لايزا بتخاف جدا وبتعرفوا ان فاش هي اللي اجبرتها تتجسس على فالكون وبتترجى انه ما يقولوش اي حاجة وبيوافق آزولد لكن على شرط انها تبلغوا بكل المعلومات اللي بتقولها الفاش وتاني يوم في واحدة بتروح لأسر بروس على اساس انها محتاجة لمساعدة وبيستقبلها الفريد وبيرحب بيها ولما بيلاحظ انها بتبص على بروس بطريقة غريبة بيشك ان في حد بعيتها علشان تقذيه وبيطلب منه انه ياخد كات ويهربوا بسرعة وبيدخل في معركة شاريسة معاها هي والمساعدين بتاعها لكن البنت بتسيبه وبتجري ورا بروس وكات ومش بتقدر تلحقهم ولما جيمس بولوك بيعرفوا اللي حصل بيروحوا على القصر علشان يعينوا مصرح الجريمة وبيكتشف بولوك ان كات هربت مع بروس وبيستغرب انها كانت عايشة عنده وبيتكلم جيمس معاه وبيعرفوا ان كات شافت وش المجرم وبيأكده ان في حد من رجال الشرطة ليه علاقة بالمجرم والدليل على كده هو الهجوم اللي حصل على القصر بعد ما الشاهدة الوحيدة جات تعيش فيه وبيتعصب بولوك على جيمس وبيسأله هو ليه مصمم يدخل نفسه في مشاكل رغم ان القضية تقفلت وساعتها الفرد بيهديهم وبيفهمهم انهم لازم يخرج ويدوروا على بروس ووقتها كات بتاخد بروس وبيروحوا عند الشخص اللي كان بيشتري منها الحاجات اللي بتسرقها علشان تبيعي الساعة اللي معاها وبيتفاجئوا ان الباقع بيقمروا المساعدين بتوعي انهم يحتجزوهم وبيكتشفوا انه متفق مع البنت اللي هجمت عليهم في الاصر وبيفضلوا واعدين في المغزن لحد ما واحد من الحراس بيدخلهم وبتهي جمكات عليه وبتضربوا على رأسه وبتفقدوا الوعي وبتاخد بروس وبيروحوا يستخبوا في مكان تاني وبيوصل جيمس وبولوك وألفريد وبيدخلوا في حرب شارسة مع افراد العصابة وبيقدروا يتغلبوا عليهم في الوقت ده كانت البنت قدرت توصل للمكان اللي بروس مستخب فيه وبتصوب المسدس عليه وبتسأله عن كات لكن بروس مش بيرضى يقولها اي حاجة رغم انه كان شايفها وهي بتهرب فبيتسيبوا البنت وبتمشي وبعدها العمدة بيقرر يعاقب جيمس لانه كان شغال على القضية من وراهم وبينقلوا المصاحة ار كام علشان يكون حارس فيها وفي الليل كات بتروح لبروس بتتكلم معاه وبتعرفوا ان البنت اللي هجمت عليهم كانت عاوزة تخلص منها هي لانها الشاهدة الوحيدة في القضية بتاعت اهله وبتبلغوا انها لازم تبعد عنه علشان يبقى في امان وتاني يوم فش بتتكلم مع لايزا وبتعرفها ان ده الوقت المناسب اللي هينفزوا فيه الخطة اللي اتفقوا عليها وبتتصل بفالكون وبتبلغوا انها احتجزت لايزا وبتعرض عليه ترجعها له ومقابل انه يتنزل لها عن منصبه ليها ويسيب البلد كلها ويمشي وبيتكلم فالكون مع ازولد وبيعرفوا انه قرر يسمع كلام فش وياخد لايزا ويروحوا يعيشوا في البيت بتاعه اللي موجود في الريف لكن ازولد بيمنعوا بيفهموا ان فش ولايزا بيخدعوا وانهم متفقين مع بعض ضده وان فش هي اللي كانت قصدة تعرفوا على لايزا عشان توصلها كل اخباره وبساعتها فالكون بيروح يقابل فش على اساس انه موافق على عرضها ولما بيشوف لايزا بيتكلم معاها وبيعرفها انه حبها بجد وكان ناوي يتجوزها ويعيش معاها حياة سعيدة وبيخلص عليها قدام فش وبيؤمر رجالته انهم ياخدوا فش ويحتجزوها وبيسلم المالها الليلي لأزولد علشان يديره وبعدها بوتش بيدخل المكان اللي فالكون محتجز فش فيه من غير ما حد يلاحظ وبيهجم على الحارس وبيوقعوا على الارض وبيفضل يضرب فيه لحد ما بينهي حياته وبترجع فش للمالها بتاعها مرة تانية ولما ازولد بيشوفها بيخاف جدا وبيترجعها تسامحه وبيعرفها انه كان شغال مع فالكون طول الفترة اللي فاتت وفجأة عصابة فالكون بتهجم على المكان وبتدور معركة شاريسة بينهم وبين رجالة فش لكن فش بتقدر تهرب منهم وفي الوقت ده كات بتروح لبروس وبتسأله هو ليه كان بيدور عليها الفترة اللي فاتت وبيعرفها برووس انه عاوزها ترجع تعيش معاه في البيت مرة تانية لكن كات بترفض وبيتفهمه انها كانت بتكذب عليه وانها ما شافتش وش المجرم زي ما قالت لجيمس وكانت بتعمل كده علشان ما تدخلش الاصلاحية وتلاقي مكان امان تعيش فيه وبعدها فش بتتصل بماروني وبتبلغوا انها قررت تسيب البلد وتسافر لحد ما الامور تهدى وترجع تاني اقوى من الاول وبتعرفوا انه ازولد اشتغل معاه علشان يعرف كل اخباره وين الها الفالكون وقتها جيمس بيرجع البيت وبيتفاجئ ان كات مستخبية فيه وبتحكي له كات على الكلام اللي قالته لبروس وبتطلب منه يروح يتطمن عليه وفعلا جيمس بيقابل برووس وبيعتذر له لانه لحد دلوقتي ما قدرش يوفي بوعده ويوصل للمجرم وبيفهمه برووس انه ما بقاش محتاجه وانه هيقدر يعرف مين اللي عمل كده لوحده وبيسيبه وبيمشي وفي نفس اليوم ماروني بياخد ازولد وبيروحوا للبيت الريفي وبيواجهوا بالمعلومات اللي عرفها من فاش وفي البداية ازولد بينكر لكن لما بيلاحظ انه مش مصدقه بياخد المسدس بتاعه وبيصيوبه عليه وبيتفاجئ لما بيكتشف انه ما فيهوش طلاط وبيستغل لماروني اللي حصل وبيقوم يهجم عليه وبيضربه وبيركبه جوه عربية وبيقفل عليه وبيطلب من صاحب الوينش انه يضغط على العربية لحد ما يدمرها لكن ازولد بيتصل بصاحب الوينش وبيعرفوا انه المساعد بتاع فالكون وانه هينهي حياته لو اكتشف اللي عمله فبيخاف صاحب الوينش وبيسيبه وبيمشي واسناء مكانة فاش رقب المركب بتاعتها وفي طريقها البلد تانية بيهجم عليها مجموعة من القراصنة وبياخدوها للمكان اللي بيحتجزوا فيه الرهاين بتاعهم وبتتكلم فاش مع واحد من الناس اللي معاها وبتسألهم ما فين وبيفهمها الراجل انه محدش فيهم عارف اي حاجة وانه فيه ناس فاكنين انهم جوه سج وبتقرر فاش انها تفرت سيطرتها على المكان وبتخلص على الزعيم وبتعين نفسها الرئيسة لانها عاوزة تكتشف مين صاحب المكان والسبب اللي بيخليه ياخد الناس ويحتجزهم وبتتكلم مع المحتجزين وبتعرفهم انهم لازم يتعاونوا مع بعض ويكونوا ايد واحدة علشان يقدروا يهربوا من المكان ده بسرعة وبعدها بروس بيعمل اجتماع مجلس ادارة وبيتكلم معاهم وبيبلغهم انه اكتشف ان فيه ناس في الشركة اتورطوا في قضايا رشاوة وتهريب وبيعرفوا واحد من المديرين ان دي مجرد اشعاعات بتتقال عليهم وانه مفيش اي اسبات على الكلام اللي بيقولوا لكن بروس بيفجئهم وبيفهمهم انه معاهد دليل وانه هيمسك الشركة وهينظفها من كل الفساد اللي بيحصل فيها وفي الليل ريجي صاحب آلفريد بيروح له القصر على اساس انه عاوز يتطمن عليه لانه مش شفوش بعض من فترة طويلة ولما الكل بينام بيدخل المكتب وبيدور على حاجة وفجأ آلفريد بيدخل عليه وبيسأله ايه السبب الحقيقي اللي خلاه يجي للقصر لكن ريجي مش بيرد عليه وبيطعنه بقالة حادة وبيسيبه وبيمشي وساعتها بروس بيشوف آلفريد وهو واقع على الارض وغرقان في دمه وبيتصل بمركز الشرطة وبيبلغهم باللي حصل وتاني يوم ريجي بيروح يقابل معتس ورؤساء مجلس الادارة وبيبلغهم ان بروس مش معاه اي دليل على الاتهامات اللي وجهها ليهم زي ما قال وانها مجرد توقعات وفي الوقت ده جيمس بيروح يزور آلفريد في المستشفى وبيسأله ايه اللي حصل وبيخدعوا آلفريد وبيفهموا ان كان فيه حرامي بيحاول يسرقهم وهاجم عليه وطعنوا لما شافوا وبيستغرب بروس جدا ان آلفريد كتب ولما جيمس بيمشي بيسألوا لي عمل كده فبيعرفوا آلفريد ان ريجي يبقى صاحبه وانه هو هيعرف ياخد حقه منه بطريقته وبعدها فاش بتتعرف على صاحب المكان اللي هي محتجزة فيه وبتكتشف انه صنع دماء وانه بيحتجز الناس علشان ياخد اعضاءهم ويركبها الناس تانية بالطريقة اللي تريحه وبيوريها المكان اللي هم فيه من الشباك وبتتفاجئ فاش انه هم على جزيرة في البحر وانه مفيش اي مكان تهرب منه وبتقرر انها تخرج برا المكان علشان تعرف ايه اللي هيحصل وبتلاحظ ان فيه طيارة خاصة موجودة وان فيه حراس كتير وقفين مبيرقبوا المكان علشان محدش يعرف يهرب وساعتها آلفريد بيتكلم مع بروس وبيعرفوا انه قدر يوصل للمكان اللي ريجي مستخب فيه وانه هيروح يقبله علشان يفهم هو كان جاي عاوز ايه لكن بروس بيرفود يخرجوا لانه لسه مريض والجرح بتاعه ما تعليجش وفي نفس اليوم فيش بتتكلم مع المحتجزين وبتعرفوا منها لقي الطريقة يهربوا بيها وبتتفق معهم على الخطة وفعلا بتبدأ تنفذها وبتروح لمكتب صانع الدمى وبتسرق المفاتيح بتاعت الطيارة ولما صانع الدمى بيدخل عليها بتخبي المفاتيح وبتعترف بكل حاجة وبتترجى انه يسمحها وساعتها المحتجزين بيهجموا على صانع الدمى وبيضربوا لحد ما يفقدوه الوعي ووقتها كان فيه مجموعة من المحتجزين وقفين قدام الباب ومستنيين فيش علشان يهربوا لكن بيتفاجئوا انها خداعتهم وطلبت منهم يستنوها علشان الحراس يهجموا عليهم وما يشوفاش وهي بتهرب وبتاخد فيش المجموعة اللي معاها وبيركبوا الطيارة الهليكوبتر وبيهربوا وبعد فترة بروس وكات بيروحوا لريجي وبيسألوا بروس اللي خلاه يعمل كده في الفريد رغم انهم اصحاب ولما كات بتلاحز انه مش عاوز يجاوب بتاخد كيس الفلوس بتاعه وبيتهددوا انها ترمي من الشباك لو ما اعترفش بكل حاجة وبيعرفهم ريجي انه ما كانش قاسد يجرح ألفريد وانه كان دخل الاسرع علشان ينفذ اوامر معتس والموظف باندر سلو ويسرق الملفات بتاعته لكن ألفريد شافه ويف ضده فاضطر يطعن ويهرب وساعتها كات بتعلق الفلوس على الشباك ولما ريجي بيحاول يجيبها بترمي وبتنهي حياته وبتطلب من بروس انه ما يحكيش حاجة عن اللي حصلت لأي حد وفي الليل بروس وكات بيروحوا حفلة للشركة مع بعض وبتسرق كات مفاتيح المكتب بتاعت باندر سلو من غير ما يلاحظ وتاني يوم بروس بيروح الشركة وبيشغل جهاز الانذار علشان يعمل فوضى في المكان وبيروح للمكتب بتاع باندر سلو وبيدور فيه يمكن يلاقي اي حاجة ويفهم ايه سبب اللي حصل لأهله وبيدخل باندر سلو عليه وبيعرفوا انه مش هيلاقي اي حاجة وبيفهموا ان ابو وامو كانوا عارفين كل الفساد اللي بيحصل في الشركة وموافقين عليه لكن بروس مش بيصدهوا وبيتدايق من الطريقة اللي بيتكلم بيها على اهله وساعتها الموظف فاكس بيروح لبروس وبيفهموا انه عاوزوا في حاجة ضروري ولما بيخرجوا من المكتب بيطلب من بروس ما يصدقش الكلام اللي باندر سلو قالوا على اهله وبيأكد له انهم كانوا ناس كويسين جدا وبيفهموا انه لو اكتشف السر اللي كانوا مخبيينه هيعرف هم توفوا ليه وبيرجع بروس البيت وبيحكي لالفريد على كل حاجة حصلت معاه وعن اليوم اللي راح فيه لريجي هو وكات وبيسألوا ايه السر اللي اهله كانوا مخبيينه وتوفوا بسببه وبيأكد له الفريد انه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده لكن هيساعده لحد ما يوصل للحية وبعد فترة فاش بترجع لمدينة جاثم وبتشوف كات وهي وقفة على شط البحر وبتتعرف عليها وفي الوقت دار جالت ماروني بيهجموا على فالكون وبيفجروا العربية بتاعته وبسبب اللي حصل فالكون بيتنقل المستشفى وبيروح له ازولد وبيتكلم معاه وبيعرفوا انه بعت ناس لماروني علشان يخلصوا عليه على اساس انه هو اللي بعتهم وده اللي خلى ماروني يهجم عليه وبيمسك آلة حادة وبيحاول انهي حياته لكن جيمس بيوصل في الوقت المناسب وبيحط الكلب شات في ايده وبيربطوا في الشباك وبيقرر ان يهرب فالكون من المستشفى لان لو حياته انتهت في الوقت ده هتحصل فوضى كبيرة في المدينة وبياخدوا فالكون وآزولد وبيروحوا يستخبوا في مكان امان وفجأة فاش وكات ومجموعة المحتجزين بيدخلوا عليهم وبتتصل فاش بماروني وبتقولوا على المكان اللي هم فيه وساعتها جيمس بيتكلم مع كات وبيسألها ايه اللي خلىها تتعاون مع فاش وبيترجعها تفك الحبل اللي هو مربوط بيه لكن كات بترفض وبيوصل ماروني وبيشكر فيش على انها ساعدته وسلمته فالكون وبيبلغها انه هيكفقها وهيخليها المساعدة بتاعته فبتتدايق فيش جدا وبتضربه بالنار وبتخلص عليه وبيهجم عليها رجالة ماروني وبيدخلوا معاها في معركة شاريسة وبيستغل بولوكو اللي حصل وبيقدر يفك نفسه هو واللي معاه وبيستخبه لكن كات بتقدر تعرف مكانهم وبيتسلمهم لفاش وفاجأ أزوالد بيمسك سلاح وبيضرب نار على كل الوقفين بطريقة عشوائية ولما بيشوف فاش وهي طالع فوق السطح بيروح وراها اما جيمس واللي معاه فبيهربوا وبيضر قتال شاريس بين فاش وآزوالد لحد ما بوتش بيوصل وبيبقى محتار ينقذ مين فيهم وفي النهاية بيدربهم هما الاتنين بالنار في رجلهم بس أزوالد بيقاوم وبيرمي فاش من فوق المبنى وبيني حياتها وساعتها فالكون بيتكلم مع جيمس وبيعرفوا أنه فعلا كان صاحب أبوه رغم أنهم كانوا مختلفين عن بعض لأن أبوه كان شورتي كويس ومش فاسد زيه وبيسلموا الآلة الحادة اللي أبوه كان بيدهاله هدية زمان وفي نفس الوقت ده بروس كان بيدور في الحاجات بتاعت أبوه على السر اللي مخبيه وبيلاقي جهاز شكله غريب موجود جهوه كتاب ولما بيدوس عليه الدفال في الحيطة بتتفتح وبيكتشف أنه فيه قبوه وراها وده معناه أنه أخيرا وصل للسر اللي أبوه وأمه كانوا مخبيين عنه طول الفترة اللي فاتت وانتقى مسلسلنا ويا رب يكون عجبكم ويا ريت كل مريخي عايش معانا على الكوكب يكتب في الكومنتات اسم الفيلم أو المسلسل اللي حابب نلخصه علشانه الفترة اللي جاية واللي هيجيب لايكات أكتر على الكومنت بتاعه هينزل الفيلم اللي اختاره